قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة عدة أراضي في الضفة الغربية بالقرب من مستوطنة كبيرة وجاء في إعلان صادر عن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية أن مساحة الأراضي التي تمت مصادرتها تبلغ أكثر من 650 فدانا وقال المصدر الإسرائيلي أن هذه المناطق سيتم تصنيفها الآن كجزء من مستوطنة معالي أدوميم الواقعة شرقية القدس اشتركوا في القناة